الحديث عن الزراعة والإنجازات الزراعية في مصر لم يتوقف القطاع الزراعي في مصر حقق العديد من الإنجازات ده شفناه في عدد من المشروعات الزراعية اللي تمت داخل مصر زي سصلاح أراضي صحراوية كانت موجودة في عدد كبير من الأول نهار ده هنتكلم عن تشكة تشكة اللي بدأت قبل كده وكان فيه نوع من أنواع الجبال الكبيرة اللي بتقف قدامها وفي عهد الجمهورية الجديدة نجحنا أن احنا نفجر هذا الجبل وأن تسير المياه من وادي النيل وتمر حتى تزرع مجموعة كبيرة جدا من المحاصيل المحاصيل دي خلت ربنا يعني وهبنا على كبير جدا من النعم زي الأمح زي الفواكه زي النخيل لدرجة أن تشكة كانت سبب في أن مصر تبقى رقم واحد في العالم في التمر بعد ما كانت العراق بتحتل الرقم ده لمدة سنوات طويلة صحيح يا مصطفى رحية تفاصيل كتير جدا نحن محتاجين نعرفها أكتر عن أهمية منطقة تشكة في إنتاج المحاصيل الزراعية تحقيق الأمن الغدائي خلينا نعرف كل هذه التفاصيل من دكتور علي إسماعيل أستاذ الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعيين نورنا في ستوديو السباح الخير أهلا بكم وصلاة بشاهدين أهلا بكتورنا لو بدأنا بتاريخ تشكة تشكة مرت بعدد كبير من المراحل والمعوقات ثم يعني ممكن نقول مسيرة النجاح كلمنا في محطات سريعة كيف بدأت وكيف الزراع يعني نعرف مشروع تشكة بدأت فكرته هي بدأت في السبعينات لكن تم التنفيذ في سبعة وتسعين في عهد الرئيس الراحل حواث طمبرك وبدأ أننا نعمل هذا المشروع وكان يستهدف حوالي خمسمائة وربعين ألف فدان من خلال الترعى الرئيسية وفرعين السيد ثم أربع فروع من دولت في الأربع فروع دول وكانت الفكرة في الفترة دي أن يكون استثمار أجدبي وشركات عربية وشركات عالمية فكل شركة خدت حوالي مئة ألف مئة عشرين ألف فدان فجينا توزع جات شركة المملكة جات شركة جنوب الوادي ودي كانت شركة وطنية يعني قطاع أعمال ثم شركة الركحي ثم شركة الزهر على فرع دلاتة ثم جينا على فرع أربعة وحصل فيه لقينا فيه تسع كيلو وهم بيعفروا الفرع لقى تسع كيلو جرانيت قال لك خلاص إيه فيه مش هنقدر نشتغل لأن كانت التكاليف والتحدي والصروف في الوقت ده مش هتفرق كتير يعني ما كانش فيه إرادة يعني أنا هنقلك للقصة التانية فهنا اتجمد المشروع على ثلاث فروع مش على أربع فروع فدي المرحلة قعد بقى المشروع ده كل ده واشتغلت من 98 لحد سنة 2014 المساحة اللي استصلحت قد إيه 80 ألف فدان من الخمسمية واربعين ألف فدان فطبعا هذا الكلام أنت كان مفروض أن أنت على 2000 يعني لما نقول في 2014 يعني عدى فوق الخمستاشر سنة على المشروع كان مفروض أن المشروع يكون تم بشكل كامل فكل الشركة اللي عمت 20 ألف فدان فطبعا ده كلام ما يمشيش مع اقتصاديات مشروع ومشروع محطوط في جنوب مصر بهذا الكلام ولا استثماراته ولا الترعة اللي اتعملت ولا البنية التحتية أنت عندك محطة تصرفها 25 مليون متر مكعب أكبر محطة رفع في العالم أكبر محطة رفع في العالم وعلى أعزب مية وأفضل مكان في مكان نقي ومكان ظروف مناخية بتدي تفكير للمحاصل فلحد 2014 دي المحطة فات كان عندك عائق اللي هو العاق الجرانيتي وفي نفس الوقت الشركات مدتش الغرض الاستثماري اللي هي جات تشتغل على أساس فسيادة الرئيس حتى كان فيه كلام كنت أنا في فترة معينة الرئيس هي التعمير وكان فيه كلام يقول لك خلاص افروا تشك على كده لكن هنا من الذي تدخل وقعد الحياة لهذا المشروع من الذي أخرج المشروع تاني للمشروع قال بقى شوفوا مشاكل المشروع ده والمشروع ده يعاد تشغيله فكانت هناك الإراضة السياسية لسيادة الرئيس إنه هو تدخل بشكل مباشر وقال لأ شوفوا بقى الكلام ده وحعلوا كل هذه المشاكل وبدأ التحدي الآخر تم إسناد المهمة لجهاز مشروعات الخنة الوطنية إن هي تقوم بسحب الأراضي بقى اللي بستصنعتش واللي كانت مع الشركات فخدتها اشتغلت فيها ودخلت فيها من 2017 بدأ التكليف لهذه الشركات الشركة الوطنية يعني ثم بعد ذلك بدأ الاستصلاح النهاردة كان في 3 سنين 3 سنين إحنا عندنا للشركة الوطنية بس في 80 ألف فدان مع الشركات اللي تانية والشركة الوطنية عندها 350 ألف فدان وفي شهر إن شاء الله في أكتوبر ده هيكون عندها حوالي 450 ألف فدان مستصلحة هيتزرق هيدخله الخنة فانت هتبقى وصلت للمستهدف في زراعة هذا المشروع اللي هي المرحلة الأولى اللي كانت مطلوبة 540 ألف اللي خلال إن شاء الله في أكتوبر 2023 إن شاء الله تاني ثم في استكمال تاني لمرحلة تانية لدى جهاز الخنة الوطنية الاستصلاح 200 ألف بحيث إن تصل المساحة في تشكة إلى 700 ألف فدان 700 ألف فدان وفي شرق العوينات لأن تشكة وشرق العوينات محور واحد بيغطب الجزء الأمني الاستراتيجي لمصر جنوب مصر على خط في المنطقة الجنوبية فدولة يساوي مليون فدان تتصور بقى أن المليون فدان هم دولة النهاردة لما بيخشوا يعني في موسم الأمح اللي فات تم توريد أكتر من 700 ألف فدان من تشكة وشرق العوينات أمح طن يعني أمح النهاردة أنت مستهدف تطلع مليون طن حد أدنى طب ده مشروع من ضمن المشروعات اللي موجودة فدي المحطات فكان عندك إرادة وتحدي هذا الكلام تم في قد إيه؟ في 3-4 سنين اللي هم توجيهات سيادة الرئيس النهاردة شرق العوينات نفس الكلام كان بدي بـ 80 ألف فدان قعد لحدثة 2014 80 ألف فدان النهاردة شرق العوينات 220 ألف مزرعين وبقوا 250 ألف مع أكتوبر اللي جاي بنسبة 120% من المستهدف شرق العوينات بس شرق العوينات بيشتغل على المياه الجوفية وبمشروع توشكا بيشتغل على المياه السطحية ده له ميزة وده له ميزة ثم أنت النهاردة بص بقى اللي حصل إيه؟ التطور اللي تم في هذا الكلام هذه المنطقة بقت منطقة وعدة جاذبة للسكان بتشاجع الأفراد لما لقي بقى النهاردة توشكا مدينة أموسيمبل السيحية بقت من أكبر المدن اللي موجودة فلما تبص أنشئت مدينة توشكا الجديدة للخدمات اللي جستية ثم بقى فيه طرق فيه قهرابة يعني لو بنشوف حجم الأعمال والبنية التحتية اللي اتعملت مكانش يقدر أي مستثمر النهاردة تكلفة استصلاح وبنية تحتية الفدام بيكلف أكتر من 250 إلى 300 ألف جنيه مين المستثمر اللي هو كان حيفكر يدفع 300 ألف جنيه عشان حيستردهم أمتى حيسترد دول أمتى في وطقة طبعا عشان كده ما كانوش المستثمرين أو هذه الشركات قدت الهدف أو الغرض الأساسي للمشروع عشان كده حصل تعصره كانت كل الناس بقولك فين توشكا توشكا راحت فين وانت عملت توشكا تم لكن النهاردة بقت في واقع حقيقي جديد أن توشكا بقت توشكا الخير فعلا بقت لها مردود بنحس بيها بنشغل أبنائنا من الصعيد بنعمل خلخلة بنوفر جزء من الأمن الغذائي المصري أو الأمن السرازي سواء كان لأمح سواء كان لذرة سواء إن شاء الله عندنا سكر في تجارب بتتعمل في شارع العينات للقط زائد مجموعة أخرى من المحاصيل زائد بسياتك قلت كده أن توشكا أعادت مصري إلى خريطة الطبور أن فيه على الأقل واحد و350 مليون و350 ألف نخلة مزرعين في توشكا حيوصلوا إن شاء الله ل2.5 مليون نخلة في توشكا فطبعا هذه بتقام عليها صناعات بتقام عليها مصانع وتعباء وتغليف ويمكن سيات الرئيس أشار أنه تم التعاقد على إنشاء مصنع من الجريد النخيل زي الـ MDF وكابسن كابسن بحسب عندنا لأننا عندنا عجز كبير جدا وإحنا بنستور الأخشاب فطبعا النهاردة دي بتحاولي تستغل فده محطات توشكا لأنه النهاردة بقت فيه مشروع موجود قائم بقى له مرضود عندك مؤسسات بحسية المكان ده فيه النهاردة 3 مراكز بحسية بتشتغل مركز بحوة الزراعية مركز بحوة الصحراء مركز بحوة المائية عندك مستشفى دولي مستشفى بسبب للدولي مستشفى حكومي خدمات مطار مطار لوجستي الحاجة كمان الجديدة أن أنت وصلت أن القطر محطة هتتعامل من أسوار هتوصل لحد توشكا هتنتقل بعد كده في ضمن يعني إحنا الحمد لله بنهان مصر بتخلنا البريكس أنه ده جزء من المحور اللي هو خط الحرير إن إحنا إن شاء الله نوصل لأفريقيا من خلال المواصلات السكالة الحقيقة دكتور أنا بحقي حضرتك على كل هذه التفاصيل يعني حضرك سربت الحقيقة تفاصيل كتير جدا ونحن نتكلم عن توشكا تقع في الصحراء الغربية تقع بأسوان تحديدا ضهير صحراوي ما كانش مستغل بالنسبة لنا كنا بنسمع عن عايزينها تبقى خاضرة الأرض اللي في الصحراء والمشروع توقف وكان بالنسبة لنا اسم توشكا كان بيفكرنا بإخفاقات كتير جدا كان بمثابة زي نقول رمز كده للمشروعات اللي كنا دايما بنبدأ نسمع عنها بعد كده تختفي تماما حتى من غير ما نعرف إيه اللي حصل فيها مش فكرة بس أراضي بيتم زراعتها أو استصلاحها لا نحن نتكلم فيه تجمعات سكنية تجمعات عمرانية زي مدينة توشكا الجديدة نتكلم حتى فيه مدينة صناعية أخرى ده نظرا للأهمية اللي دايما كان بيشير إليها سيادة الرئيس عبد الفتاح السياق قيمة المضافة لأن دايما كنا بنعاني من فكرة أنه المحاصيل الزراعية أو أي مواد خام عن ديرا بيتم تصدرها ثم يعاد استرادها مرة أخرى بأرقام ضخمة جدا فمنتخلص أيضا من هذه الآفة ندخل في جزء آخر وهو مرف الرئي ودي نقطة مهمة حضرينك كمان تحدثت عن فكرة البنية التحتية والترفيق والخدمات والطرق والمواصلات وما إلى ذلك اللي حنت نتكلم فيه أنا عشان أبدأ مقدمتي للسؤال خدت وقت فكرة التنفيذ إنه يتم أو نشوف كل هذه النتائج على أرض الواقع في الثلاث أربع سنين ده مش حاجة فيه تحديات كبيرة جدا 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 جزء منها فقط قدى لتوقف المشروع لكل هذه الفترة إحنا إزاي قدرنا عشان نوصل للمشاهدين إزاي ده حصل مصير يعني أنت يعني أعرضت بشكل كويس جدا هذا الموضوع إحنا يمكن لما أنا بتكلم إن أنا كان عندي طبيعة الأرض في تشكة هي طبعا مختلفة شوية مش إزاي أراضي شارع العائلات أرض رمل لأ دي أراضي طفلة وتقيلة فيها برضا جزء من الملوحة لكن أنت عندك أعزم مياه في العالم فأنا كان خلاص أنا اللي تعمل في المشروع إيه في المرحلة الأولانية هي الترحة الترحة الرئيسية اللي حاملة للمياه ومحطة الرفل والفروع لكن أنت ما عملتش الشرايين الداخلية اللي هي بتخص بقى عشان ترفعي منها على طول عشان تروي فدي كانت برضك دي بنية وإنفراستركشور كهربا الكهربا برضك فترة أنت عارفها كانت عندين أزمة كبيرة النهاردة الأمور النهاردة توصلي بصي عدد المحطات الكهربا اللي اتعملت وإن التين تتوفر كهربا التشكة بالكامل اللي هذا المشروع وتوفر كهربا كمان لشرق العوينات على أساس التنمية عندك طبيعة الأرض زي ما قلتلك كده أنت كان عندك حجر جيرانيتي صخر لمدة 9 كيلو أن الهيئة الهندسية والقوات مسلحة تفجاره وتفتح المصار ده أمور مهمة جدا لما نقول يبقى أنا عندي كان فيه تحدي طبيعة الطربة فيها تحدي لكن هي محتاجة إدارة مية عندي طبيعة البنية التحتية ما كاملتش لأن ما كانتش ميكانيات الدولة وظروف الدولة في الفترة اللي فاتت ما كانتش واخدأ الأولوية الأولى يعني أنها أعمل مشروع لكن لما بدأت وفي نفس الوقت أنت مكنش قادر أنت تصرف على المشروع أنت أديتش المشروع لمن لشركات قلت الشركات كل شركة تيجي تعمل الترع بتاعتها وتعمل بنيتها وتعمل منشآتها وتعمل الخدمات اللوجستية بتاعتها الشركات ما قدرتش تعمل الكلام ده فهنا كانت دور الدولة وده التحدي الأكبر أن الدولة توفر تعمل هذا الكلام ده أمر في غاية الصعوبة عش كده بقولك أن الأمور أنا مش عايز أقول لي سيادتك أنا لما روحت تشكة أنا روحت تشكة سالة 98 أنا كان عندي حلم أن تشكة فعلا هرم مصر الخامس بعد السد العالي كان عندي أمل وروحت أشتغل على هذا الأساس أن في حاجة الممصر هتتحمد فلما اشتغلت ورجعت فطبعا الحلم ما تحققش بالشكل الأساسي أنا النهاردة فخور أن مصر وصلت لهذا الشيء بمنتهى الأمانة وأنا بشكر القوات مسلحة يعني سيادت الرئيس على هذا القرار لأنني بنقول لسيادتك وأنا رئيس هالتعمير كان فيه توجه لقفل تشكة كفاءة على كده ما نصرفش حاجة تانية وكفاءة كده لأن هناك ناس كتير جدا هاجبت تشكة لكن لو أنت بصيت بقى للبعد الاستراتيجي البعد الأمني أنت قلت فين إحنا قلنا تشكة هي بوابة مصر الجنوية وشرع العوينات صحيح هي الربط مع أفريقيا هي الجزء التاني أن أنت بتأمني تعرف زروف السكان في الصعيد ومحافظات صعيد محافظات يعني طرد للعمال لابن فيش فيها تنمية فلما بتعملهم مشروع تنميوي زي ده وبتبتدي تاخدي أبناء إخواتنا وأبنائنا اللي في الصعيد عشان يشتغلوا في هذه المناطق فأنت بتوفري اليوم حياة كريمة النهاردة أنت لما بتزراعي وبتنقلي وبتسوقي وأعتقد كان فيه وفد إعلامي من يومين ثلاثة راح تشكة وزار تشكة وشاف حجم الناس أنا بقولي سيادتك مدينة أبو سيمبل دي لما هتروحت أنا رحت وأنا في 98 كان كل العدد لا يتجاوز ألف مواطن وأسرة كلهم اللي موجودين وكلهم بيخدموا على مطار أبو سيمبل أساساً وبزء من الصيد النهاردة تتصور أن مدينة أبو سيمبل دي يعني تعتبرها ممكن عاصمة قد أسوان يعني الحجم التوسع والامتداد السكاني والتواجد وبقولك براكس بحصية مستشفيات مركز شرطة خدمات لوجستية حاجات كتير جداً أربع خمس فنادق كبار فده كل ده غير شكل الحياة في هذه المنطقة فأنت النهاردة يعني فيه تحديات أنت ما كانش لو ما كان فيه إرادة سياسية وقرار سياسي طيب توطين الصناعات نتكلمنا عن الزراعة في تشكا ولم نتحدث عن الصناعة في تشكا المرتبطة بهذه الزراعة بصو سيادة ده كلام مهم جداً عندي لك مصنع هو أنا لسه بعملش مصنع في تشكا لكن أنا عندي فيه على الأل فيه صوامع فيه عندي مجازر فيه تلاجات فده ده موجود إحنا هدخلين في الصناع فإن إحنا نعمل مصنع للسكر ونعمل مصنع للطمور وعندنا مصنع تانية هبة للخشب فدول مصانع خلاص يعني قريدي بدأت لأن أنت لازم كنت تعمل هتعمل مصانع من غير بيكون عندك المنتج اللي موجود فطبعاً النهاردة أنت بدأت عندك المنتج المطاحن موجودة مطحن موجود فيه صوامع موجودة لتخزين الغلال لأن أنت القيمة المضافة أنا بقول أنا الزراعة عبارة عن إيه مسلس الزراعة أو النشاط الزراعي هو عبارة عن إنتاج نباتي ومع إنتاج حيواني وإنت خلي بالك إنتاج الحيواني المهم جداً أنت في الجنوب فأنت عندك السودان وتشاد وكل الكلام تقدر تجيب لكن هي ظروف الحرب حدشين كده حتى لو بصنا أسعار اللي عم كانت بدأت تزيد نهتيجة الحرب الأهلية اللي حصلت في السودان الليلة من ورود العجول من السودان فده عندي أكبر مجازر عندي أكبر محاجر عندي تلاجات موجودة هناك بنعمل عمليات الدبحة والتشفية وبتطلع فريش للسوق المحلي وبتعمل حجره في هناك فكل الأمور دي فده بقى ده مرتبط بإيه؟ بالتصنيع فإن المصانع هتقام النهاردة في حاجات تانية أنت فيه ممكن تبتدي تعمل مصانع الجرانيت هم بيعملوا مصانع اللي هي الاسمنت وكل الحاجات اللي هي موجودة هناك أنت عندك فيتوشكة يعني ما بين أسوان وبسيمبل مصنع للاسمنت يعني ده موجود في المسافة دي لأنه طبعا مش يبقى موجود فيتوشكة نفسها بشكل مباشر وسط الإنتاج النباتي فيه مصنع للأسمنت فإنت النهاردة المستقبل مع هذه الزراعات حيبقى فيه مصنع للأسمنت لأنه أنت عندك مصنع كيمة في أسوان لكن أنت محتاج توفر أسمنت من أنواع مختلفة وتبتدي توفرها بدل ما تنقلها فالنشاط الزراعي لما ينجح ويستكمل كمنظومة حتكملها صحيح نتا قلت فيه مصنع للخشب هيتعمل مصنع للخشب هيتعمل طب المفروض يتعمل إيه الخطة إيه في الصناعة مع خطة الصناعة احنا في الوقت بنبص المنتج الزراعي إيه اللي عندي أنا منتج أمح دورة فجبعا دولة بحتاجين صوامع للتخزين في نفس الوقت عليهم مصانع للعلف ومصانع عندنا زيوت لو إحنا أنتاجنا دور شمس وعبات شمس عندنا كان فيه شرق لوانات مصنع ليه ده منه تلاجات ومنه تصنيع المطاطس نصف جافة لأن أنت تكاليف الدقل بتقلل من يعني العائد الاقتصادي للمنتج أن أنت تضعفه بإيه بالتصنيع فإحنا بنقول أن الانتاج الزراعي انتاج نباتي معه بالتوازي انتاج حيواني ثم رأس المسلس فوق هو التصنيع الزراعي طبعا فالتصنيع الزراعي بيرفع القيمة المضافة وبيرفع سعر العائد من الانتاج اللي موجود فيه يعني بيدي له مرضود اقتصادي أعلى طبعا فإحنا هنا خطة التصنيع خطة أسية الوقتي تم القوات مسلحة مكنسيات الرئيس موجه للجهازة بشعات خير من الوطنية أن يبتدي التنفيذ لمصنع الطمر الفعلي يتنفذ ومصنع الجريد دلوقتي موجود زائد فيه موجود الصوامع في محطات الغرب كل الحاجات دي موجودة في تشكال هيا بشكر حضر الجزيل الشكر دكتور علي إسماعيل أستاذ الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية نشكرك يا فندم على كل هذه التفاصيل كل هذه الإضاحة شكرك شكرا جزيلا